خرجت إيران عن صمتها تجاه ما يدور على ساحة العراقية من متغيرات حيث أكدت أن تحالف سائرون الذي يدعمه مقتضى الصدر والفائزة بالانتخابات لا يسعى لإخراجنا من العراق التصريحات الإيرانية جاءت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي خلال مؤتمر صحفي قال فيه إن سائرون ليس في مسعى لإخراج إيران من العراق وما يشاع حول ذلك غير صحيح زعما أن بلاده تحترم نتيجة الانتخابات وليست قلقة على مستقبل العراقيين بحسب قوله